قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة قررت تأجيل الاستشكالين المقدمين لوقف تنفيذ حكم حل مجلس إدارة اتحاد الكرة لجلسة الـ 21 مما يل مقبل كانت نفس الدائرة قد قضت في الثاني عشر من مارس الماضي بقبول الدعوة المقامة من عمر هريدي المحامي والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد سابقا ووقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت أغسطس الماضي وحل مجلس الجبالية